ولمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من ريف حماء الناشطة الإعلامية محمود الحموي أهلا بكم محمود ما أهمية السيطرة على قريتين الصخر والقرامطة في ريف حماء وأين تتركز المعارك في الوقت الحالي أهلا بكم أخي الكريم طبعا المعارك منذ ساعات الصباح الأولى بدأت واشتدت فتيرتها عند وقت الظاهرة من قرية الجبين إلى تلملح إلى القرامطة إلى مشارف سيجر إلى الجبهة الوسطى شرعية ووصولا إلى بلزة معرديس طبعا اشتباكات كانت عنيفة أكثرها ضروة على الجبهة الشمالية الغربي تلملح الجبين القرامطة نمرة تعدية أليات النظام وسقط العديد للقتل والجرحى في تلك المنطقة تقدم الثوار في تلك الموقع إلى تلة الصخر وسيطروا عليها بالكامل وتقدموا إلى عدة نقاط بتجاهها القرامطة طبعا المعركة تكون أهميتها الاستراتيجية في تلك المنطقة أثوار يريدون السيطرة الكاملة على القرامطة والتلملح والتي تعتبرها البوابة الرئيسية ببلدة سيجر والتي تعتبر بيوري هي الأخرى البوابة الرئيسية لمدينة محردي من الجهة الشمالية الغربي طبعا من الجهة الشمالية تم السيطرة على حال الاسلويط بهذا الشكل من الجهة الشمالية ومن الجهة الشرقية ومن الجهة الجنوبية بدت مدينة محردي تقريبا محاصرة من ثلاث جهات يبقى الجهة الغربي والجهة الشمالية الغربي يحاول الثوار من الوصول في هذا الاتجاه جنوبا من أجل قطع الطريق كاملا على مدينة محردي تعتبر مدينة محردي من أهم المدن التي يعتمد عليهم نظام في تجميع أوكارة الشبيحة هل من أرقام جديدة لخسائر النظام خلال معركتي صدى الشام وفي سبيل الله نمضي في ريف حمار؟ في الحقيقة حتى الآن لست هناك أحصائي دقيقة ولكن الأرقام بالعشرات يعني القتلى طيب ماذا عن أهل تسمعوني؟ نعم نعم تابع تابع ما كنت تتفضل به المعارك كانت مشتعلة على جفن الشرعية التي تبعد سوى أربع كيلو متر فقط عن مطار حمار العسكري طبعا هنا دارت معارك عنيفة بين الثوار وبين قوات النظام يحاول النظام الوصول إلى تلة الشيحة وإذا ما توكنوا بالفعل بالوصول إليها هذا يعني أنهم يستطيعون الرميات بالرشاشات على مطار حمار العسكري وكانت المعارك على جفة معاردس وتمكن الثوار من تدمير سيارة محملة بالزخيرة وهناك قتلى كزر في الحقيقة لحتى الآن لم نتمكن من إحصائية دقيقة لعدد قتلى النظام اليوم ربما كان هو الأكثر قتلى في صفوف قوات النظام طبعا الذين سقطوا ما بين قتيل وجريح وتدمير آليات على طول الجبهة من معاردس شرقا وإلى غربا ماذا طيب ماذا سيد محمود عن القصف الذي سهدف مناطق ريف حماوة وكم تقدر حصيلة الضحايا حتى هذه اللحظة يعني رقم تقريبي أخي الكريم حتى هذه اللحظة نقدر الغارات الجوية أكثر من مئة غارة جوية تم استخدام فيها الصواريخ العمقودية والصواريخ الارتجاجية والصواريخ الفراغية طبعا قصر طالما معظم المناطق المهارة هل هناك حصيلة للضحايا؟ أحصائية شهداء سبع شهداء أربع من المقاتلين أثناء المعارك والثلاثة المدنيين وهناك أكثر من عشر جرحة من المقاتلين وهناك عدد لا يقل عن عشر جرحة من المدنيين في مختلف المناطق المهارة شكرا جزيلا لك من ريف حماء الناشط العالمي محمود الحموية